اهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج زبيحة التسبيح وصلنا للجزء التعليمي في القداس الالهي قداس الكلمة او قداس الموعوظين الكراءات اللي بنسمحها في القداس الالهي وزي ما احنا اتفقنا ان القداس كله عبارة عن محاكاة لقصة الخلاص نقدر نقول انه الجزء التعليمي ده قداس الكلمة هو بيحكينا معنى الخلاص ايه هي تعاليم الخلاص ازاي نفهم الخلاص اللي قدمهن السيد المسيح عن خلاص البشرية كلها فبمنظور عام كده في القرايات بتاعتنا نلاقي ان كل قراءة فيهم بتدينا معنى للخلاص يعني البولوس بيعلمنا عن النعمة السيد المسيح هو اللي بدأ وهو اللي صنع الخلاص عشان كده هو يقول لنا انتم بالنعمة مخلصون ونجي في ختام البولوس في كل مرة نقول نعمة الله الاب فالتحل علينا امين بعد كده الكاسيليكون يعلمنا عن الجهاد في نعمة من ربنا وفي جهاد من الانسان ارادة بتاعت الانسان واكتر رسائل اتكلمت عن دور الانسان والتزامه وتعبه هي رسائل الكاسيليكون لان النعمة محدش كسلان بياخدها النعمة محدش رافض بياخدها وعشان كده يقول لنا الكتاب ان كان احد يجاهد لا يكلل ان لم يجاهد قانونيا يعني قانونيا يعني بالطريقة الصحيحة والى النفس الاخير وفي ختام الكاسيليكون نقول لا تحب العالم ولا الاشياء التي في العالم لان العالم يزول وشهوته معه هو ده دور الانسان دور الارادة الحرة اللي بتختار الصح وتسيب الغلط تختار طريق الحياة وتسيب طريق الموت ده اللي بنتعلمه من الكاسيليكون يجي بعد كده الارادة التالتة اللي هي الابراكسيس وده بيعلمنا عن عمل الروح الكدس بما امن فيه نعمة من ربنا وفيه جهاد من الانسان محتاجين حاجة تربطهم هما الاتنين مع بعض هو ده عمل الروح الكدس مع كل انسان انه هو يربط ما بين النعمة وما بين الارادة البشري ونشأة الكنيسة وكل اسرارها وكل عمل ابنائها ده بنلاقيه في الابراكسيس سفر عمل الرسل اللي بيحكينا على كل الامور دي وعشان كده لازم تكون موجود في الكنيسة وتمارس الاسرار وتختبر عمل الروح الكدس معاك عشان تنالي الخلاص زي ما الكنيسة نشأت وحكرنا عنها الابراكسيس او سفر الاعمال النهاردة برضو انت كمان لازم تكون موجود في الكنيسة وبتمارس اسرارها وتختبر عمل الروح الكدس فيها عشان كده قالونا الاباء وعلمونا لا خلاص خارج الكنيسة مش هتخرج لو انت بعيد عن الكنيسة وعشان كده في اخر قرية الابراكسيس نقول لم تزل كلمة الرب تنمو وتمتد في هذه البيعة وكل بيعة ملحوظة هي اسمها بيعة مش بيعة بيعة جاية من ان احنا ابتعنا للسيد المسيح بدمه هو اشترانا بدمه فهي اسمها بيعة وليس بيعة ولم تزل عمل الروح الكدس ولم تزل كلمة الرب تنمو في كل كنيسة لحد دلوقتي وإلى الابت بعد كده بيجي السنكسار الاراية الرابعة وده بيعرمنا بيورينا النمازج الحية للذين خلصوا يعني اذا كنا بنحاكي الخلاص ومعناه وتعليمه فالسنكسار بيورينا امثلة ونمازج حية لاشخاص نالوا الخلاص وقابلوه وبقوا موجودين في الفردوس دلوقتي زي ما بيعلمنا كتاب المقدس اذ لنا سحابة من الشهود هذه مقدرها محيطة بنا كنيسة الابتية تشتهر بالكدسين وبالشهد ابتوح وزي ما بيعلمنا كتاب المقدس ان احنا لو عايزين نخرج ونعرف طريق السماء زي اللي سبقونا زي ما بيعلمنا سفر الانشاد ايه اخرجي على اثار الغنم بيقول النفس البشرية اخرجي على اثار الغنم يعني امشي وراء اللي مشوا اللي سبقونا وعرفوا الطريق للسماء ووصلوا القديسين هم الايكونات الحية في الكنيسة وهم اللي بنشوف فيهم عمل الخلاص وهم اللي بنتعلم من سيرتهم كل حاجة والطريقة اللي نسلوك بيها الروحيا علشان نخلص وزي ما علمنا سفر الرؤية هم غلبوا بذن الخروف وبكلمات شهادته بعد كده الاراية الخامسة اللي هي الانجيل وده بقى بنلاقي فيه او بيعلمنا كلمة ربنا المخلصة واللي بيعيش الانجيل يعيش الخلاص اللي يركز فيه كلمات الانجيل ووصايا يخلص يعرف معنى الخلاص ويتعلم طريق الخلاص وينال الخلاص والانجيل هو سبب لتغيير الانسان وسبب لتنظيف الانسان من الداخل حتى من غير ما نشعر واحنا بنقرأ الانجيل بنتنقى ونتطهر ونتغير بدون شعور لانه السيد المسيح شخصيا قال كده كلمتي لا ترجع الي فارغة فلازم اللي بيعيش معاني الانجيل بالتأكيد لازم يتغير ولازم يتنقى في نهاية الجزء ده الجزء التعليمي او قداس الكلمة بننهي بقانون الايمان بعد الانجيل بننهي بقانون الايمان لانه قانون الايمان هو بشارة الخلاص هو اللي بنعلن فيه ككنيسة ان احنا كنيسة رسولية وايماننا صحيح واستلمنا الايمان ده من المسيح ووصلنا عن طريق الاباء الرسل ومفيش في كنيستنا حد ماشي بدماهه وعلشان كده في نهاية هذا الجزء نصلي كلنا او نقول كلنا قانون الايمان من المنظور ده من منظور القريات الخامسة او الاجزاء الستة اللي قلناها دلوقتي كل جزء فيهم بيعلمنا ايه هو معنى الخلاص وبيعلمنا التعليم بتاعة الخلاص ده جزء او نظرة شاملة للجزء التعليمي في القداس لكن يبقى ان احنا نتكلم عن كل حاجة من دول بالشيء من التفصيل لكن خلينا نعمل ده بنعمة ربنا الحلقة الجاي اما الى هنا فقد اعاننا الرب الذي له المجد دائم الى الابد امين